بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات اليوم إن شاء الله بإذن الله سنبدأ في الفصل العاشر ومقدمة وتهيه اليوم درسنا للفصل العاشر اللي هو الاحتمالات الفكرة العامة للفصل العاشر الاحتمالات استعمال الاحتمال النظري والتناسب في التنبؤ بالحوادث طبعا المفردات الرئيسية اللي هي الناتج صفحة 184 والحوادث المستقلة صفحة 189 والحوادث غير المستقلة صفحة 190 لدينا في الربط بالحياة في الطب يذكر الأطباء عادة لمرضاهم نسبة مئوية تشير إلى مقدار احتمال نجاح العمليات التي يجرونها لهم ويعتمد تحديد هذه الاحتمالات على عدد من المؤشرات منها نسبة نجاح العمليات التي أجريت لمرضا آخرين استعمل فيها هنا احتمال النجاح العملية لدينا هنا مطوية منظم أفكار مقترح لباب الاحتمالات نبدأ بورقة A3 كما يأتي نطوي الورقة من المنتصف طوليا ثم نقصها على طول خط الطي نطوي كل نصف بصورة عرضية إلى أربع هذا النصف الأول ومثل النصف الثاني نبسط الجزئين ثم نلسقهما معا كما في الشكل لتكوين قطعة واحدة طولية مثل هذا الشكل طبعا راح نسمي آخر شيء صفحات بالموضوعات الرئيسية ثم نعيد الطي الورقة لتصبح على صورة كتاب لدينا هنا التهيئة تهيئة فصل الاحتمالات صفحة 183 وهذا رابط الدرس الرقمي لدينا في المثال الأول اكتب الكسر 45 على 51 في أبسط صورة كيف أكتبه في أبسط صورة؟ أحسنتم ممتاز نقسم البسط والمقام على القاسم المشترك لكليهما إذن نقسم كل من البسط والمقام على القاسم المشترك الأكبر لهما طبعا وهو هنا الثلاثة قسمنا 45 تقسيم 3 عطاني 15 51 تقسيم 3 عطاني 17 وبذلك نكون كتبناه في أبسط صورة هل يوجد عامل مشترك بين الـ 15 والـ 17؟ لا طبعا الـ 15 قواسمها الـ 1 والـ 3 والـ 5 والـ 15 بينما الـ 17 عدد أولي يقبل القسمة على الـ 1 والـ 17 فقط لا يوجد أي قواسم مشتركة غير الـ 1 إذن بذلك نكون قسمنا على أكبر قاسم وهو الثلاثة اختبار هنا سريع أكتب كل كسر اعتيادي مما يأتي في أبسط صورة رح نقسم البسط والمقام على القاسم المشترك للبسط والمقام أحسنتم ممتاز اللي هو الأربعة وعشرون القاسم المشترك الأكبر للبسط والمقام هو أربعة وعشرون يعني عندي هنا ثمانية وأربعين رح أقسمها على أربعة وعشرون على اثنان وسبعون رح أقسمها على أربعة وعشرون ثمانية وأربعين تقسيم أربعة وعشرون عندنا كم عندنا اثنين الأربعة وعشرون إذا جمعتها مرتين يعطيني ثمانية وأربعة طبع بالنسبة لثنين وثمانون عفوا ثنين وسبعون تقسيم أربعة كم كم رح يعطينا أحسنتم ممتاز اللي هو ثلاثة الأربعة وعشرون إذا جمعتها ثلاث مرات أربعة ثلاث مرات اثنى عشر هنا عندي ثنين أربعة ستة والواحد سبعة إذن الكسر في أبسط صورة اللي هو ثنين على ثلاثة أيضاً خمسة وثلاثون على ستون ما هو القاسم المشترك الأكبر للخمسة وثلاثون والستون طبعاً أول شي تبادر إلى الذهن اللي هو الخمسة لأن الخمسة وثلاثون أحدها خمسة يعني تقبل على خمسة والستون أحدها صفر يعني تقبل على الخمسة طبعاً خمسة وثلاثون على ستون رح أقسم البسط على خمسة والمقام على خمسة خمسة وثلاثون تقسيم خمسة كم سبعة ستون تقسيم خمسة كم إثنى عشر هل في عام المشترك الآن أو قاسم مشترك بين السبعة والإثنى عشر لا معناه أننا صحيح قسمتنا على الخمسة هي الأكبر قاسم مشترك بينهما بين الخمسة وثلاثين والستين أيضا عندي واحد وعشرون وتسعة وتسعون ما القاسم المشترك الأكبر؟ الواحد وعشرون قواسمها الواحد والثلاثة والسبعة والواحد وعشرون فقط طيب بالنسبة للتسعة وتسعون هل السبعة تقسم التسعة وتسعون؟ لا طبعا الواحد وعشرون تقسم تسعة وتسعون؟ لا طبعا إذن من العامل المشترك بينهم أو القاسم المشترك الأكبر اللي هو الثلاثة إذن رح نقسم الباص 21 رح أقسمها على ثلاثة والمقام اللي هي 99 رح أقسمها على ثلاثة 21 تقسيم ثلاثة رح يعطيني 7 99 تقسيم ثلاثة كم؟ 9 تقسيم ثلاثة ثلاثة 90 تقسيم ثلاثة رح يعطيني 30 يعني 33 و 30 طيب نسأل نفسنا السبعة والثلاثة وثلاثون بينهم قواسم مشترك عشان نتأكد حنا بالفعل قسمنا على أكبر قاسم لأنه إذا ما قسمنا على أكبر قاسم مثلا قسمنا على قاسم مشترك لكنه لم يكن الأكبر سيتضح لدينا ذلك وين؟ في الناتج نشوف أنه نحتاج نقسم أيضا يوجد قاسم مشترك بينهما إلى أن نصل إلى أبسط صورة طبعا السبعة عدد أولي لا يقبل القسمة إلا على نفسه والواحد والثلاثة وثلاثين ما تقبل القسمة على سبعة إذن لا يوجد قاسم مشترك بين السبعة والثلاثة وثلاثون إلا الواحد معنات أنه كتبنا في أبسط صورة في المثال الثاني أوجد ناتج الضرب واكتبه في أبسط صورة كيف تعرفنا على الضرب؟ كيف نضرب؟ أحسنتم ممتازة طبعا الضرب أنه نضرب البسط في البسط والمقام في المقام لكن قلنا قبل إجراء عملية الضرب أحسنتم عشان ما يكبر عندنا العدد نحاول نختصر اللي نقدر اختصاره من البسط مع المقام المقام اللي يقبل مثلا عدد في البسط يقبل القسمة على عدد في المقام أو بينهم قواسم مشتركة نبسطها قبل إجراء عملية الضرب يعني هنا رح أقسم كل من الثلاثة والستة على القاسم المشترك الأكبر لهما وهو الثلاثة هنا ثلاثة على سبعة مضروبة في واحد على ستة هنا ثلاثة تقسيم ثلاثة رح يعطيني واحد وستة تقسيم ثلاثة رح يعطيني اثنين تبقى واحد على سبعة مضروبة في واحد على اثنين الآن انطبق اللي هي قاعدة الضرب أضرب البسط في البسط واحد والمقام في المقام أربعة عشر وبالفعل أيضا هنا لا يوجد أي عوامل مشتركة بين البسط والمقام يعني مكتوب في أبسط صورة أيضا في سؤال خمسة وجد ناتج الضرب أكتبه في أبسط صورة ثلاثة على أربعة ضرب ثمانية على تسعة طبعا كيف نجري الضرب؟ أضرب البسط في البسط والمقام في المقام لكن زي ما قلنا قبل إجراء عملية الضرب لأننا إذا ما أجرينا تبسيط قبل الضرب رح نحتاج أننا نبسط بعد الضرب لأننا نكتب الناتج في أبسط صورة طبعا لما نضرب الأعداد مع بعضها البعض ونبغى نجري لها تبسيط بيصعب هنا أكثر بيصعب أكثر في أن نوجد القاسم المشترك ونقسم عليه وما إلى ذلك فهنا واضحة رح أقسم الثلاثة هنا على ثلاثة ضرب ثمانية على تسعة رح أقسم التسعة على ثلاثة لاحظوا هنا أني أنا قسمت هذا طبعا يعتبر بسط كامل لاحظ هنا لو ضربناها بتصير ثلاثة ضرب ثمانية على أربعة ضرب تسعة الآن هذا البسط كاملا وهذا المقام كاملا يعني اللي أسويه في البسط لازم أسويه في المقام زي ما عرفنا رح أقسم طبعا هنا على ثلاثة رح يطيني واحد ورح أقسم المقام على ثلاثة رح يعطيني كم؟ رح يعطيني ثلاثة فهنا أنا العملية اللي أجريتها للبسط أجريتها أيضا للمقام حتى لو كان هنا البسط كان في عدد والمقام في العدد الآخر عادي لأن العددين المضربين في بعض البسط لهم البسوط لهم تعتبر واحدة الآن لن ينصب أضربها في بعض إذن كم رح يعطينا الناتج هنا؟ رح يساوي واحد في ثمانية ثمانية على طيب أيضا لدينا هنا ماذا؟ أيضا لدينا هنا الثمانية والأربعة بينها عوامل مشتركة ولا لا؟ أيضا الثمانية والأربعة بينها عوامل مشتركة يعني رح أقسم أيضا هنا على كم؟ رح أقسم على أربعة وهنا أيضا رح أقسم على أربعة طبعا هنا قسمت على كم؟ على ثلاثة وهنا قسمت على ثلاثة طبعا ثمانية تقسيم أربعة رح يتبقى كم؟ رح يتبقى اثنين وأربعة تقسيم أربعة رح يتبقى واحد إذن كم تبقى لي في البسط؟ تبقى واحد ضرب اثنين على واحد ضرب ثلاثة اللي تساوي 2 على 3 ونلاحظ هنا النتيجة اللي توصلنا لها في أبسط صورة التبسيط سويناه قبل إجراء عملية الضرب لو مثلا أجريت الضرب عزيزي الطالب عزيزي الطالبة قبل إجراء التبسيط لابد من إجراءه في الأخير أيضا لدينا هنا 5 على 6 ضرب 1 على 2 نفس ما قلنا طبعا هل فيه قواسم مشتركة للبسط مع المقام هنا عندي 5 هل فيه قواسم مشتركة للبسط والمقام لا طبعا 5 تقبل قسمة على 5 بس الستة ما تقبل على 5 والاثنين لا تقبل على 5 إذن راح أضرب الآن مباشرة البسط في البسط 5 والمقام في المقام 12 أسأل نفسي سؤال مرة أخرى هل الخمسة والاثنى عشر بينهم قواسم مشتركة لا يوجد بينهم قواسم مشتركة وهذا اللي أصلا توصلنا له قبل إجراء عملية الضرب إذن مكتوب في أبسط صورة لدينا في مثال ثلاثة أوجد عشرين بالمئة من مية وسبعون كيف راح نستعمل التناسب المئوي راح نستعمل ماذا التناسب المئوي النسبة على مئة تساوي الجزء على الكل هذا اللي تعرفنا عليه في الدروس الماضية لما جينا نكتب النسبة النسبة على مية تساوي الجزء على الكل لحنا لما نجيب النسبة المئوية نقسم الجزء على الكل ونضرب في مية الجزء سميناه هنا ألف على الكل سميناه باء كنا نضرب في مية عشان نحصل على مين على النسبة لما أقسم الطرفين على مية راح يكون عندي نون على مية تساوي ألف على باء إذن النسبة اللي هي عشرين على مئة تساوي الجزء على الكل اللي هو مئة وسبعون ثم بعد ذلك طبعا نجري العمليات الحسابية ضربنا طبعا ضرب تبادلي أجرينا ضرب تبادلي مية في ألف تساوي عشرين في مية وسبعون يعني مئة ألف تساوي ثلاث ألاف وأربعمية نقسم الطرفين على مية راح يعطيني ألف تساوي أربعة وثلاثين وهي نسبة يعني الأربعة وثلاثين هي عشرين بالمية من مية وسبعون تمثل عشرين بالمية من مية وسبعون نطبق حل كل مسألة مما يأتي أوجد خمسة وثلاثين بالمية من تسعون كيف راح نحسبها عزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات ما رأيكم أحسنتم ممتاز راح نحسب اللي هو راح نستعمل التناسب المئوي مثل ما قلنا راح نستعمل التناسب المئوي اللي هو خمسة نون على مئة النسبة على مئة تساوي ألف اللي هو الجزء على الكل النسبة هنا عندي كم؟ خمسة وثلاثين على مية راح تساوي الجزء اللي هو مجهول مطلوب ألف على تسعون راح أضرب ضرب تبادلي طبعا هنا استعمال التناسب المئوي هنا طبعا بالضرب التبادلي راح يكون عندي مية ألف تساوي خمسة وثلاثون في تسعين راح أقسم الطرفين على مية طبعا هنا عندي مئة ألف راح تساوي خمسة وثلاثين في تسعين اللي هي ثلاث ألاف ومية وخمسون راح أقسم الطرفين على مئة راح يعطينا الناتج ألف تساوي طبعا صفر راح يروح مع صفر ثلاثمية وخمسة عشر تقسيم عشرة راح تكون واحد وثلاثون ونصف إذن واحد وثلاثون ونصف هي كم؟ خمسة وثلاثون بالمئة من التسعين الخمسة وثلاثون بالمئة من التسعين واحد وثلاثون ونصفا أيضا هنا لدينا أوجد ثلاثمية واربعين بالمئة من ثلاثمية واربعين نفس الشيء نحن نقول نون على مئة تساوي ألف على باء ما شو سميناها هذه؟ استعمال التناسب المئوي ممتاز طيب إذن النسبة كم عندي؟ اثنين واربعين على مئة تساوي ألف اللي هي الجزء اللي هو المطلوب لأن أوجد اثنين واربعين بالمئة من الكل ثلاثمية واربعين راح طبعا نضرب ضرب تبادلي مئة في ألف يعني مئة ألف تساوي اثنين واربعين في ثلاثمية واربعين اللي هو بالضرب التبادلي إذن هنا عندي مئة ألف راح تساوي طبعا هنا صفر راح ينزل راح أضرب اثنين واربعين في أربعة وثلاثين راح يعطينا الناتج اللي هو أربعة عشر ألف وميتين وثمانين راح أقسم الطرفين على مئة إذن ألف تساوي هنا صفر يروح مع صفر ألف واربعين وثمانية وعشرين تقسيم عشرة الفاصلة تتحرك خانة واحدة يعني تصير مئة واثنين واربعين فاصلة ثمانية القسمة على عشرة تحرك الفاصلة جهة اليسار منزلة واحدة إذن إذن راح نقول مية واثنين مية واثنين واربعين فاصلة ثمانية هي ثنين واربعين بالمئة من ثلاثمية واربعون أيضا ما قيمة ستين بالمئة من ميتين وعشرين نفس الشيء عزيزي طلاب عزيزاتي الطالبات ماذا نكتب؟ أحسنتم ممتاز نستعمل التناسب المئوي نون على مئة يساوي الجزء على الكل الجزء على الكل دائما نضع في اعتبارنا النسبة نقسم الجزء على الكل وليس العكس ثم نضرب طبعا في مية إذن هنا باستعمال إذن هنا باستعمال التناسب المئوي طيب نون كم النسبة هنا عندنا؟ هي ستين على مئة تساوي الجزء مجهول ألف على الكل ميتين وعشرين بالضرب التبادلي راح أضرب مية في ألف وستين في ميتين وعشرين يعني مئة ألف تساوي ستون في مئتان وعشرون إذن مئة ألف تساوي طبعا هنا عندي صفرين راح ينزلون واثنين وعشرين في ستة ستة في اثنين إثنى عشر وستة في اثنين إثنى عشر وواحد ثلاثة عشر راح أقسم الطرفين على مئة راح يكون عندي ألف تساوي صفر وصفر بيروحون مع صفر وصفر من بسط مع المقام يعني لو قسمت البسط عالمية والمقام عالمية راح يتبقى الناتج عندي هنا مئة واثنين وثلاثين يعني مئة واثنين وثلاثين هي نسبتها كم ستين بالمئة من المئتان و عشرون أيضا نحل ما قيمة خمسة بالمئة من اثنين وسبعين نفس الشيء سريعا نون على مئة تساوي نون على مئة تساوي ألف على با اللي هو التناسب المئوي ثم بعد ذلك النون كم عندي هنا خمسة على مئة تساوي ألف على با اللي هي الجزء المجهول مطلوب على اثنين وسبعين اللي هو الكل لنما نسأل نقول ما قيمة النسبة كذا من من يأتي بعدها الكل ثم بعد ذلك راح نضرب ضرب تبادلي مئة ألف تساوي خمسة في اثنين وسبعين بالضرب التبادلي إذن يعني مئة ألف تساوي خمسة في اثنين وسبعين خمسة في اثنين وسبعين خمسة في اثنين وعشرة خمسة في سبعة خمسة وثلاثين واحد ستة وثلاثون يعني تثمية وستين راح أقسم الطرفين على مئة عشان نوجد قيمة ألف يعني الآن نحل معادلة عادية راح يكون عندي ألف يساوي طبعا هنا صفر يروح مع صفر بعدين ستة وثلاثين تقسيم عشرة الفاصلة موجودة هنا تتحرك منزلة واحدة تصبح هنا يعني تصير ثلاثة وستة من عشرة إذن الناتج راح يكون ثلاثة وستة من عشرة ثلاثة وستة من عشرة تمثل خمسة بالمئة من ثنين وسبعون خمسة بالمئة من ثنين وسبعون لدينا هنا في السؤال ثلاثة عشر دراسة مسحية أجرت معلمة مسحا شميلة مئة وأربعة وأربعون طالبة من طالبات المدرسة فوجدت أن حوالي أربعة وثلاثون منهم يفضلن تناول الصلطة في أثناء وجبة الغداء فكم طالبات تفضل الصلطة في وجبة الغداء عدد الطالبات مئة واربع واربعين طالبة إذن هذا الجزء ولا الكل الكل الدراسة أجرتها على مئة وأربعة واربعين طالبة من المئة واربعين نسبة أربعة وثلاثين بالمئة من المئة واربعين إذن كيف نكتب العبارة كيف نكتب العبارة هنا كيف نكتبها اللي هي نريد إيجاد قيمة أربعة وثلاثين بالمئة طبعا نريد الآن طيب كم طالبة نسبتهم أربعة وثلاثين بالمئة كم يمثلون من عدد الطالبات المئة واربع واربعين يعني نريد إيجاد أربعة وثلاثين بالمئة من المئة واربع واربعين اللي هم مجتمع الدراسة مجتمع الكلي للدراسة نفس الشيء نحلها الآن هنا نقرأ السؤال جيداً ونترجمة ترجمة رياضية ثم بعد ذلك نطبق عليه ما تعلمناه من خطوات ومن إجراءات إذن هنا رح يكون عندي طبعاً نون على مئة تساوي ألف على باء اللي هي استعملنا التناسب المئوي رح يكون عندي أربعة وثلاثين على مئة تساوي ألف هي العدد الطالبات اللي فضلنا الصلطة على عدد الطالبات الكلي اللي هو باء كم مئة واربع واربعين رح نضرب ضرب تبادلي يعني مئة ألف تساوي أربعة وثلاثين في مئة واربع واربعين إذن مئة ألف تساوي أربعة وثلاثين في مئة واربع واربعين اللي هي أربعة آلاف وثمانمائة وستة وتسعون طبعاً أنا أريد ألف وليس مئة ألف إذن أقسم الطرفين على مئة رح يكون عندي رح يكون عندنا هنا ألف يساوي طبعاً الفاصلة هنا رح أحركها منزلتين يعني ثمانية واربعين وستة وتسعين من مئة ثمانية واربعين وستة وتسعين من مئة طالبة نفضلنا الصلطة طبعاً هل يوجد لدينا طالب يعني جزء من مئة من الطالبات لا نقربها طبعاً رح تكون عندي ثمانية واربعين وستة وتسعين من مئة يعني تسعة وأربعين طالبة إذن يوجد يوجد تسعة وأربعون طالبة تقريباً يفضلنا الصلطة مع وجبة الغداء كده نكون أوجدنا عدد الطالبات اللي تفضل الصلطة مع وجبة الغداء استعملنا هنا التناسب المئوي ثم بعد ذلك طبعاً أجرينا ضرب تبادلي وحلينا المعادلة وقسمنا الطرفين العالمية قربنا الناتج لأن الطالبات ما يصبح يصبح عندنا جزء عشري الواجب عزائي الطلاب وعزائي الطالبات سؤال أربعة وسبعة وثمانية وبذلك نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكراً جزيلاً أعزائي الطلاب والطالبات